سنتعرف اليوم على الحواس الخمسة لدينا خمس حواس هي حاسة البصر حاسة الشم حاسة التذوق حاسة السمع وحاسة اللمس أولاً حاسة البصر بواسطة العينين نستطيع أن نرى كل ما حولنا كالسماء والبحر كالقمر والنجوم كالشمس والغيوم وحتى الألوان ثانياً حاسة الشم بواسطة الأنف نستطيع أن نشم كل الروائح الجميلة والكريهة مثل رائحة الورود والعطور ورائحة النفايات ثالثاً حاسة التذوق بواسطة اللسان نستطيع أن نتذوق كل ما هو حلو حار مالح أو حتى حامد رابعاً حاسة السمع بواسطة الأذنين نستطيع أن نسمع كل الأصوات التي تجري حولنا كالموسيقى والأشراس أو حتى زقزقة العصفير أخيراً حاسة اللمس بواسطة اليدين نستطيع أن نلمس كل الأشياء من حولنا كل ما هو خشن ناعم مالس متعرج صلب لين ساخن أو بارد والآن حان الوقت لتختبر أنفسكم أي حاسة من الحواس نستخدم لنسمع صوت سيارة الإصعاف حاسة الشم حاسة البصر حاسة السمع حاسة التذوق أو حاسة اللمس نعم حاسة السمع والآن أي حاسة من الحواس نستخدم لنتذوق المثلجات حاسة الشم حاسة التذوق حاسة السمع حاسة البصر أو حاسة اللمس نعم حاسة التذوق نتابع أي حاسة من الحواس تساعدنا على تمييز رائحة الطعام حاسة الشم حاسة التذوق حاسة السمع حاسة البصر أو حاسة اللمس نعم حاسة الشم هذا صحيح والآن أخبروني أي حاسة من الحواس تساعدنا على تمييز أمنا حاسة الشم حاسة التذوق حاسة السمع حاسة البصر أو حاسة اللمس نعم حاسة البصر وأي حاسة من الحواس نستخدم لنلبس وجه أمنا حاسة الشم حاسة التذوق حاسة السمع حاسة البصر أو حاسة اللمس أحسنتم حاسة اللمس أما الآن من منكم قادرا على أن يكرر لي ما هي الحواس الخمسة هذا كل شيء إلى اللقاء